زيارة الحسين والبكاء على الحسين وأتحدث عن البكاء العميق هناك بكاء سطحي على الحسين هذا البكاء الذي يستند إلى الثقافة التي تعلمتها الشيعة من خطباء المنابر هذا بكاء سطحي وفي الحقيقة ما هو ببكاء على الحسين إنه بكاء على آثار الحسين البكاء على الحسين شيء والبكاء على آثار الحسين شيء آخر لا أريد أن أفصل الكلام في هذا الموضوع لأنني إذا دخلت في هذا الموضوع ستنتهي الحلقة وأنا سأكون لست واصلا إلى نقطة مهمة من الموضوع هذا موضوع كبير وعدتكم من أن مجموعة حلقات من حلقات هذا البرنامج سيكون الحديث فيها عن الحسين صلوات الله عليه حينما نوفق ونصل إلى تلك الحلقات سأحدثكم عن هذا الموضوع وغيره بالتفصيل البكاء يستند إلى وعي يستند إلى ثقافة البكاء الذي يستند إلى ثقافة حسينية تأخذ عن الوائلي وأمثاله من الخطباء تأخذ عن محمد باقر الصدر وتلامذته وما كتبوا في هذا المجال تأخذ عن حزب الدعوة وتفاريعه عن منظمة العمل الإسلامي الشرازية وتفاريعها عن الثقافة الشرازية الشعائرية البكاء الذي يؤخذ عن الشعراء وعن الرواديد خصوصا في زماننا هذا خصوصا في هذه العقود المتأخرة هذا بكاء سطحي لا أتحدث عنه هنا إنني أتحدث عن بكاء عميق يستند إلى وعي يمكننا أن نجد رموزه رموز ذلك الوعي في كتاب كامل الزيارات في كتاب كامل الزيارات والذي أصطلح عليه من أنه الرسالة العملية للحسينيين إنني أتحدث عن الحسينيين الذين يعرفون الحسين وفقا لمذاق الحجة بن الحسن لا لمذاق هؤلاء الأغبياء من الشعراء والرواديد الذين عددهم كثير في جونا الشيعي لا أتحدث عن وعي يبتني على الثقافة الوائلية ومن تفرع من فروع هذه المدرسة لا أتحدث عن وعي الأحزاب الشيعية الدينية القطبية كحزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي وأمثالهما هذه العناوين وهذه المجموعات تتحدث عن حسين لا صلة له بحسين الذي تتحدث عنه الروايات والزيارات والأدعية في كامل الزيارات وغيره مما جاء عن العترة الطاهرة فإنني أتحدث هنا عن بكاء عميق يؤسس على ثقافة الزيارة الناحية المقدسة التي وردت عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه أتحدث عن بكاء عميق بهذا المستوى بعيدا عن المستويات الضحلة التي أعطتنا حسين هو حسين قطبي هو أحد الأشخاص الذين نظمهم حسن البنة حسين حزب الدعوة وحسين منظمة العمل الإسلامي الشيرازية وحسين محمد باقر الصدر وحسين الوائلي وحسين هؤلاء الشعراء والرواديد إما أن يكون شخصا لا يعرف رأسه وبدايته من نهايته مجموعة من الصور المتضاربة والمتناقضة بحسب خيالات مجموعة من الشعراء الذين لا يملكون ثقافة ولا يملكون المفهم بتفهيمهم شعراء عقولهم كشكول من قذارات النواصب إلى قذارات شعراء سبقوهم يقلدونهم إلى انعكاسات ما يجري في واقع اليوم إلى صور شعرية هم يخترعونها لا حقيقة لها لا في التعريخ ولا في العقيدة فيأتينا حسين لا نعرف وجهه ولا نعرف بدايته من نهايته إنه حسين الشعراء والرواديد الحسين الجودلية جودلية رقع يصنعونها لنا هذه الرقع تلامس أهلام قلوب الناس يتفاعلون معها يبكون عليها وهذا هو البكاء السطحي الذي لا ينتمي انتماء حقيقيا إلى الحسين الحقيقي أما الوائلي وحزب الدعوة ومحمد باقر الصدر والبقية الجوقة الباقية فهؤلاء يرسمون لنا شخصا منظما في جماعة الأخوان المسلمين وربما يكون مسؤوله سيد قط هذا هو الذي أنتجوه لنا سيقولون ما يقولون ردا على كلامي هذا لكن الحقيقة هي هذه أنا لا أبالي بما سيقولون لكن الحقيقة هي هذه ابحثوا عنها بأنفسكم وتأكدوا من حسين هذا الذي يقدمونه لكم عبر فضائياتهم الوسخة بثقافة القطبية النجسة يقدمون لنا شخصا ينتمي إلى جماعة الأخوان المسلمين وربما لم يصل إلى الدرجة التي يكون فيها عضوا في مكتب الإرشاد المكتب الذي يمثل القيادة العليا لجماعة الإخوان المسلمين أما ما تعرضه الثقافة الشرازية الشعائرية إنها تعرض لنا الحسين في تفاهة تنتشر في مجموعة من الشعائر ليس إلا الحسين الذي في كامل الزيارات في نصوص الزيارات وكثير من تلك النصوص لا تقرأ ولا تعرفها الشيعة الشيعة يعرفون زيارة وارث ويعرفون زيارة عاشراء وربما قرأوا في بعض من الأحيان زيارة الناحية المقدسة الزيارات العظيمة في كامل الزيارات تحدثنا عن الحسين بمنطق آخر تحدثت في برامج ومجالس المختلفة عن كثير من مضامين كامل الزيارات لو سألتموني عن كتاب تقرؤونه عن الحسين وفقا لثقافة الحجة بن الحسن فإنني سأقول لكم لا يوجد كتاب بهذا الذوق وبهذا الفهم لقد قلبت المكتبة الشيعية قلبتها ظهرا لبطن وأنا الخبير بها صدقوني ما وجدت كتابا يحدثنا عن الحسين وفقا لمذاق الحجة بن الحسن لا في اللغة العربية ولا في اللغة الفارسية كامل الزيارات حديث أهل البيت نصوص زيارات الحسين وآل الحسين يحدثنا عن حسين وفقا لمذاق الحجة بن الحسن ولكن نحن بحاجة إلى فهمه حتى لو نقلوا لكم تلك النصوص إنهم لا يفهمونها وإذا ما حاولوا شرحها يشرحونها وفقا لقواعد الفهم في علم أصول الفقه الشافعي وفي علم أصول الكلام المعتزلي فلا يوجد شيء من قواعد التفهيم العلوي في المنهج الحوزوي مطلقا 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 هذا هو الموجود في واقع مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية الوقت يجري سريعا أقف عند هذا الحد إذا أردتم أن تمازج بين عقيدتي عقولكم وبين مضموني قلوبكم فدونكم الحسين تعلموا أن تزوروا الحسين بعمق وتعلموا أن تبكوا على الحسين بعمق وهذا لن يتحقق إلا أن تعيد قراءة الحسين وفقا لمذاق الحجة بن الحسن سأحاول معكم إن وفقت لذلك أن أعيد قراءة الحسين في مجموعة حلقات من حلقات هذا البرنامج في قادم الأيام إذا جرت الأمور بأسبابها قطعا إذا بقيت هذه القناة وهذه الشاشة مستمرة في عملها إذا بقينا أحياء إذا وإذا إذا جرت الأمور بأسبابها نذهب إلى فاصل